من الحديدة إلى صنع رحلة من العذاب خاضتها أسرة يمنية ذاقت خلالها صنوف القهر والمرارة وشاهدت فيها الموتى مرارا وتكرارا قبل أن يستقر بها المقام في هذا المحل الصغير وسط العاصمة اليمنية إلى هذا المكان الضيق قذفت بها حرب التحالف السعودي على الحديدة مع أطفالها الثلاثة هنا يعيش الجميع وهنا يطبخون وهنا ينامون أيضا حياة شاقة وقاسية يصلون بنارها كملايين اليمنيين حرب من قمب وحصار من قمب وفقر من قمب ومرض من قمب يعني كلها تجمعنا علينا في وقت واحد إنها الحرب سلبت هذه الأسرة الصغيرة بيتها وأمانها وسعادتها وحاضرها وماضيها وصادرت براءة أطفالها وأصابتهم بالأمراض وحلمها اليوم كآلاف الأسر اليمنية هو وقف الحرب وعودة الأمان نشتي الأمن والأمان والاستقرار وترجع بلادنا مثل ما هي أمشي ما نشتيش حرب ولا نشتي حصار وهذا الذي سبب لنا كل شيء الحصار والحرب وهذا والذي بيكتمع ضدنا هو اللي سبب لنا نشتي عن نرتاح نشتي أمن وأمان استقرار ونعيش مرتاح نحنا وعيالنا أوضاع مأساوية تنسحب على ملايين الأشخاص والأسر اليمنية التي هي بأمس الحاجة إلى المساعدات في ظل تعالي التحذيرات الأممية من سوء الوضع الإنساني ووقوع الملايين على شفى السقوط في ظروف كارثية قد تصل إلى المجاعة المجاعة وسوء التغذية في فيئة اليمن هو ناتج عن استمرار تحالف العدوان في استخدام التقوية كوسيلة من وسائل الحرب أمام مرأة أو مسمع من الأمم المتحدة التي لم تتدخل أساسا لأوقف هذا التدهور ومع استمرار الحرب والحصار والتجويع سيكون عام 2021 أسوأ من العام 2020 بالنسبة إلى الشرائح والأشخاص الأكثر ضعفا في اليمن وفقا لمنظمات الأمم المتحدة أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين